ورجعنا لكم تاني بعد انتهاء الشوط الأول ما بين منتخبية مصر ورومانيا في أولى طبعا يعني مباريات بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد لمنتخبات الشباب وأكيد يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معنا الشوط الأول انتهى لصالح منتخب الوطني طبعا منتخب مصر 18-17 ويمكن أكيد كابتن فوزي مهم جدا نحن نعرف من حرارتك رأيك في الشوط الأول يمكن بدأ المنتخب الوطني رتمه أهدى شوية من منتخب رومانيا بس شايفين أخطاء سواء هنا أو هنا ولكن النتيجة أو المجمل طلعنا باللي احنا عايزينه ان المنتخب متقدم على رومانيا بنتيجة 18-17 ولكن فكرة الفرق برضو النقطة أكيد مش كافي ان احنا نكمل على نفس المنوال في الشوط التاني هو طبعا الشوط التاني ممكن يتغير الأحوال انما هي الحقيقة الملحوظة ان الفرقتين حجم الأخطاء عندهم كتير قوي يعني انا حسبت احنا عملنا حوالي في الشوط ده حوالي 35 هجمة تقريبا 35 هجمة كان مدى تأثيرنا على الجون على المرمى تسجلنا منهم أهداف بنسبة 51% 18 هدف في 35 هجمة الرقم ده ليل جدا الرقم الصعب بالنسبة لي من 35 هجمة في 10 هجمات راحوا نتيجة أخطاء أخطاء دي معظمها تمرير تمرير خاطئ فالكرة بتتقطع منك وبترتد عليك حراسة المرمى شالت سبع يعني الحارسين شالوا سبع كرات من إجمالي أعتقد حوالي 25 تصويب تصوبت فالنسبة بتاعتهم 28% يعني بالنسبة للجيم هي مقبولة لكن طبعا عشان تقدري تكسابي جيم لازم الحارس بتاعك يبقى فوق الـ 40% عشان تقدري فعلا تكسابي جيم المجمل هو واضح أن الكابتن طاريك بيجرب طريق الدفاع يعني طلع 5-1 في البداية وتقلب 3-2-1 لكن هناك مشكلة في منطقة المنتصف المشكلة اللي في المنطقة المنتصف كان فيه لم زيادة عن نزوم فده أتاح الفرصة للظاهير الأيمن بتاع رومانيا أنه يخترق ويسجل ففي البداية الحقيقة تعبنا جدا لكن في أول 5-6 داعي يعني تقريبا هو حطت 3 جوان فده رقم كبير أنه يحطه لعب واحد في بوزيشن واحد بدأ فيه بعد الديئة عشرة بدأ يسيطر عليه وبدأتي تقرابي من الجيم الجيم لو قسمناه على خمسات داعي أنت أول خمس داعي نتيجة 2-1 الخمس داعي الثاني يعني بعد مرور عشر داعي كانت النتيجة 6-3 الخمس داعي الثالثة من الديئة عشر وديئة 15 كانت النتيجة 8-8 يعني أنت بدأتي ترجعي للجيم ويحدث توازن عندك في الديئة 15 بعد كده بقى فضل ماشي من الديئة 15 للديئة 20 كانت النتيجة 13-13 يعني استيل أخدتي عشر دقيق اللعب فيه توازن زي ما أنت بتشتغلي وبتقربي من كنت تتخدي الجيم أو تبعيدي بالسكور في نفس الوقت بتتقدي برضو لأنه هو بيتعادل معك يمكن هي آخر عشر دقيق اللي احنا بدأنا نعلى فيها شوية جنين لكن برضو انتهى الجيم بهدف واحد المجمل أنا شايف أن يجب أن يتأكد شوية على الفاست سنتر والهجوم الخاطف احنا خسرنا كور كتيرة منها في رمية جزاء كمان ضاعت بردو نياجات من الفاست سنتر واللي أهم الدفاع يعني فرقة هومانيا الحقيقة فرقة كويسة ما كنتش متصور إنها بالشكل دوت أنا أول مرة الحقيقة بتفرج عليها عندهم ثلاثة خط خلفي كويسين جدا الأجنحة مش زاد تأثير عالي لعب الدائرة لعب كويس بتحرق كويس بيفتح مساحات كويس قوي للفرقة بتاعته أعتقد إن كابتن طارق في الشوت التاني هيبدأ يحط مخطط أكثر يقربك شوية ويديك المباراة طيب كابتن عبدالله خليني أسألك عن بردو بداية الشوت الأول في المباراة أكيد كان فيه سربعة شوية من منتخبنا يمكن كان فيه جس نبض ولكن الحقيقة أنا شايف أن جس النبض ده يمكن طول شوية علشان كده وقعوا في الأخطاء الكابتن طبعا فوزي كان بيتكلم عنها شايف إزاي ممكن إن احنا نتفادى الأخطاء اللي حصلت دي خلال الشوت التاني طبعا باتفع مع كابتن فوزي في أول خمس ده كانت البداية جار موفقة فرية رومانيا كانت يمكن أهدى شوية من عندنا كانوا عارفين بيلعبوا على المرمى وعارفين يبدأوا يفتحهم ساحات في الدفاعات بتاعتنا بدأت الهجوم بتاع رومانيا بدأ بالهجوم القاطف وبدأ يلعبوا على الهجوم المنظم شوية بس سرعة ما بدأ منتخبنا يعني يقدر يرجع للجيم في أول عشر دقائق وبدأ يقرب من الدسكور شوية وبعدين بدأت تمشي النتيجة سجال لحد ما تقدمنا احنا في التلت الأخير مثلا من الشوت الأوليني اللي باين من الأداء بتاع منتخبنا أنه فيه تصرع شوية بيولد أخطاء فنية خصوصا يعني كان فيه أخطاء فنية ما بين مزد باص وما بين إنهاء هجمة اللعب على الهجوم المنظم يمكن أجلبيته كان على اللعب الدايرة كان دور الأجنحة مش فعال بالنسبة للخط الخلفي على أساس أن يبدأوا يفتحوا مساحات في الدفاع الروماني تصويب من الخارج قليل جدا خصوصا إن إحنا عندنا باكين كويسين عدلان والباكرايد بتاعنا يمكن يوسف حشاد دي باصمة إنه هو محرك في الملعب كبليميكر بس المفروض الهجمة المنظمة توعد أكتر من كده لأن إحنا كل اللعبين على الدايرة فبالتالي بيخلي المساحة بتاعة الدفاع قليلة فما فيش اختراقات الهجوم المنظم الهجوم الخاطف يمكن كان لنا الجلبة فيه أكتر منهم لعبنا عليهم حوالي مثلا بتاع ستة هجوم خاطف قدرنا نلعب فاص سنتر برضو بأداء كويس بس الدقة في التصويب اللي عليها عمل كبير طبعا فإن شاء الله الشوط التاني يبدأ الولاد يعني يفوق شوية ويبدأوا الأداء يبقى أحسن من كده طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة الإحماء طبعا ما بين أو يعني الإحماء للفريقين قبل انطلاق الشوط التاني من المباراة كابتن فوزي خليني أتكلم مع حضرتك أنا شايفة يمكن يعني كنت برضو مركز على عناصر فريق رومانيا لو هنتكلم عنهم بالأسماء أو بالأرقام أهم العناصر اللي موجودة واللي بتسبب يمكن يعني عائق أو إزعاج لصفوف فريق منتخبنا الوطن هو أهم لاعب بدأ ظهر في أول عشر دهاية كان الرايت باك بتاعهم الحقيقة الولد تصوباته كويسة بيجيد الاختراقات بلس إن إحنا كمان كمنا مساعدينه إن كانت المسافة ما بين الوينج والباك مفتوحة أو زيادة عن اللزوم فكان عنده مساحات يقدر يعدي منها لما تقفلت دي بعد العشر دهاية الأولى بدأت فرقة رومانيا تكش شوية عندهم الليفت باك بتاعهم كويس قوي رقم خمسة بس متردد يعني مش ما تحسيش إنه عنده ثقة جامدة قوي مش زي الرايت باك بتاعهم الرايت باك أكثر ثقة في نفسه لعيب الدائرة متحرك فعمل مشكلة ما بين الثلاث لعيبة اللي ورا يعني لما تلعب لخمسة واحد بيبقى فيه واحد لقدام شوية ضاغط فبيعمل دربكة ما بين التلاتة فبيضطروا الباكين يضموا شوية فبتصبح المسافة ما بين الوينج والباك مفتوحة بيجد فيها الاختراقات أو الدخول الفرقتين لعبوا بنفس طريقة واحدة الوينج رايت لعيب خططي إنما مش زي بلال مثلا بلال عندنا في الوينج ليفت بيستنى القرى ويروح بيها من الوينج ليفت لعيب الوينج رايت بتاعنا بيتحرك على النص عشان يستلم من تحت الباك العكسي إنما وجوده في الوينج ما كانش فيه ليه تأثير أكتر من كده وبالتالي المعنى لعب أنا شايفه مخنوق تمام تمام طيب عودة مرة أخرى للمباراة والشوت التاني من المباراة وما بين منتخب مصر ومنتخب رومانيا في النسخة الأولى من بطولة كأس استداد الدولية لكرة اليانت